أهلا بكم في فيديو جديد ياريت لايك للفيديو وتفعيل الجرس علشان نكون دايما على تواصل حالة من التعاطف الكبير وجهتها جميع مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة حرية فرغلي بعدما تحدست في مداخلة هاتفية في أحدى البرامج عن تشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ عامين وذلك بسبب تعرضها لحادث في مزرعة الخيول وسقوط حصان عليها مما شوها أنفها وكشفت الفنانة حرية فرغلي تفاصيل معانتها بسبب تخلي زملائها في الوسط الفني عنها بعد مرضها وتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ حوالي عامين وأكدت أنها تعاني من الوحدة والاكتئاب خاصة كل الوسط الفني ابتعد عنها عقب إصابتها في الأنف وبسببها خضعت لعدة عمليات جراحية لتعديل الأنف والآن لا تستطيع تزوق الطعام ولا الشراب بسبب مشكلة أنفها ولم يدعوها أحد في المواسم والأعياد أو حتى الحفلات الفنية أو حفلات توزيع الجوائز أو حتى اتصال هاتفي وقد عانت الفنانة حرية فرغلي من عدة أزمات خلال حياتها سواء الفنية أو الشخصية نستعرضها لكم في هذا الفيديو ولدت حرية فرغلي بدولة الإمارات عام 1976 وحصلت على الجنسية الإماراتية ودرست إدارة الأعمال بإنجلترا حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002 لكنها تنزلت عنه بعد ذلك لوصيفتها نور السمري كما أنها مسلت منتخب الإمارات للفروسية بدأت حياتها الفنية عام 2010 عن طريق الصدفة فكان أول ظهور لها من خلال فيلم كلمني شكرا ثم شاركت ببطولة عدد من الأفلام ومن الصدمات الكبيرة في حياتها هو وفاة خطيبها قبل زفافها بيوم وذلك قبل حصولها على لقب ملكة جمال مصر تزوذت بعد ذلك لمدة ثلاث أشهر فقط وكانت فكرة والدتها لتنسى خطيبها الزيجة التي لم تنجح وتطلقت بعدها مشددة على أنها لن تتزوج إلا بإنسان لا تستطيع التنفس من غيره أجرت عملية استئصال للرحم وقالت أن ذلك بسبب مرض ورصي وليس سرطان كما ادعى الناس كسرت أنفها بسبب سقوطها من على الحصان وأجرت عملية في أنفها تسببت في مشكلة بالتنفس وعندما أرادت إصلاح الوضع فشلت وتعرضت لحالة نفسية سيئة بسبب الحديث عنها بأنها أجرت عملية تجميل فاشلة لأنفها ووصل الأمر إلى أنها تمنت الموت ترجمة نانسي قنقر